فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا في هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين نعم ما تخوف منه صلى الله عليه وسلم وقع من بعض هذه الأمة من العباد والمتصوفة الذين شددوا على أنفسهم فآل بهم الأمر إلى الوقوع في الظلال لأنهم خرجوا عن الحق فوقعوا في الباطل والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الظلال فالذي يخرج من الحق يقع في الظلال والحق هو الاعتدال والاستقامة بين طرفين قيض بين طرفين التفريط والتساهل وطرف الغلو والتشدد فالاعتدال هو الحق وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ونسأل الله أن يهدينا له في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم يعني المعتدل الاعتدال مطلوب في جميع الأمور ولسيما في العبادات ترجمة نانسي قنقر